أنا لست في الحجاج يا رب الورى لكن قلبي بالمحبة كبرا لبيك ما نبض الفواد وما دعا داع وما دمع بعين قد جرى لبيك أعلنها بكل تذلل لبيك ما امتلأت بها أم القرى لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى للعفو منك وبالخضوع تداثر للعفو منك وبالخضوع تداثر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والتم التسليم بالنسبة للعماير السنة هذه الحمد لله أخذنا في المركزية والصفة الأول مجموعة منها في الشمالية ومجموعة منها في الجهة الغربية كلها كل الفنادك لا يبعد عن الحرم إلا تقريبا عشرين متر ثلاثين متر ما يتعداها كلها مفتوحة على ساحات الحرم والحمد لله ونحن طبعا خدمة الحجاج شرف لنا نحن أهل البلد والرئيس وصونا بالحجاج وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونكون إن شاء الله أفضل مما يتوقعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد طيب طوان الحجاج شوما جوا الرحلة الأولى وصلت والرحلات البادية البادة تيجي تبعا يعني فهل الإسكان ده بكفيهم كلهم ولا في منهم بيروح مكة ومنهم بيجلسين لا لا الجميع إن شاء الله ما دام إنهم نزلوا في المدينة يكون الفنادك والغرف جاهزة بإذن الوحد الأحد أما إذا نزلوا طيارة في جدة هذا طبعا يعني لا يخلوهم يوصلوا إلى المدينة إلا في الموسم الآخر فإذا برضو ما جوا إن شاء الله نحاول نجيبهم برضو في الموسم الثاني إن شاء الله طبعا نحن العام الفات الشيء شهرناه إنه ألبيجو آخر رحلة طائرتين ولكن آخر رحلة تيجي بعد ما يحجوا بنجيبهم المدينة جبناه المدينة جينا زورناه ورجوه تاني على جدة وسافر نحن نتمنى أنهم كلهم ينزلوا في الموسم الأول لكن إذا قدر الله نزلوا بعضهم في جدة علينا إن شاء الله نجيبهم في الموسم الثاني ونسكنهم ونرجعهم إلى جدة إن شاء الله بإذن الوحد الأحد بإذن الوحد بارك الله وربنا فيكم إن شاء الله أنا لست في الحجاج يا رب الورى لكن قلبي بالمحبة كبرى